هيكل عظمي لدينصور عشى منذ 150 مليون عام سيعرض في مزاد علني في داردرو للمزادات في العاصمة الفرنسية باريس ومن المتوقع أن يباع بما يتراوحه من 400 ألف و 500 ألف يورو وعلى عكس الهيكل العظمي الضخمة للدينصورات التي بيعت في مزادات سابقة يبلغ ارتفاع الهيكل العظمي المتحجر لهذا الدينصور 1.3 متر بينما يبلغ طوله 3 أمتار وقد تم اكتشافه في عام 2019 في كولورادو أثناء أعمال الحفر في أرض خاصة ويقول القائمون على المزاد أن الهيكل العظمي يمكن اقتناءه في غرفة معيشة نظرا لصغر حجمه إنه شغف يتناغم تماما مع الاهتمامات البشرية الحالية إنه نوع اختفى آن من مخاطر العصور السابقة والظروف الجوية وتدهور الأرض وهو صغير بحيث يمكنك اقتناؤه بغرفة معيشة وبحسب خبراء فقد تم ترميم بقايا الدينصور من قبل فريق من علماء الحفريات الإيطاليين وهو يتميز باحتفاظه بأطرافه الأصليكة التي نادرا ما تسلم خلال عملية الحفر والتنقيب ما هو نادر بشكل خاص في هذا النوع من العينات وأن أطرافها الأصغر والأكبر كاملة عادة بالنسبة لعينات الديناصورات الكبيرة تختفي الأرجل الأمامية والخلفية لأنها الأجزاء الأكثر هشاشة لذا فإن هذه القطعة بحالة رائعة وتمكن دار المزادات درو من بيع بقايا متحجرة في عام 2021 لمشتر أمريكي وهو بمثابة أكبر ديناصور ثلاثي الأضلاع اكتشفه علماء الحفريات على الإطلاق مقابل 6.65 مليون يورو في مزاد علني